خلونا نتفق ان فيلم دوكتور سليب ما ينفعش نكتب اسمه الإنجليزي بالحروف العربي منعا لتغيير المعنى منضمن بذلك لقائمة شرفية بتضم معه أفلام زي نيكوف تايم، ستريبتيز، كوزموس، وقبلهم كلهم طبعا بعد مرور سنين طويلة على الأحداث اللي شفناها في فيلم The Shining داني ما زال بيعاني بسبب قدراته فبيقرر انه ينتقل لبلد صغيرة عشان يبدأ حياة جديدة فبيتوقف عن الشرب وبيشتغل في وظيفة بسيطة والأمور بتتحسن معاه فعلا لفترة من الزمن لحد ما بيحصل تواصل ما بينه وبين بنت اسمها أبرا وأبرا عندها نفس قدراته إن لم تكن أقوى منه بكتير أبرا بتبلغ داني بجريمة عنيفة قام بيها مجموعة من الغجر مسميين نفسهم The True Not داني في البداية بيطلب منها إنها تتجاهل قدراتها وتخنقها زي ما هو نفسه عمل ولكنه سريعا بيكتشف إن حياتها أصبحت في خطر لإن المجموعة الشريرة بدأت تدور عليها فيا ترى إيه اللي حيحصل دكتور سليب ربما يكون أكتر فيلم أخدت فيه ملاحظات وأنا بتفرج عليه في السينما السنادي وده لإنه فيلم غني جدا وما ظنش إنه من اللائق إن إحنا نعمله زي أي فيلم رعب عادي وده رغم إن الرعب اللي فيه فعال إلى حد كبير فعال مش عشان يخوف المشاهدين ولكن عشان يصدمهم ودي أصلا من العلامات المميزة لأغلب أعمال ستيفن كينج ومن بصمات ستيفن كينج على الفيلم كذلك هو الحوار لإنه ليه سمات أدبية وبلاغية لا يمكن إنكرها وفي نفس الوقت تبدو مناسبة جدا للأجواء اللي بتدور فيها الأحداث وأحداثنا بتشكل عمل درامي متقن جدا على مستوى البناء الحبكة ممتازة وسهل جدا متابعتها رغم إنها فعلا معقدة والأسلوب اللي اتبعوا مايك فلانجا عشان يضمن ده هو ببساطة إنه أخد وقته إحنا أخدنا وقت طويل جدا عشان نقدم كل الشخصيات ونثير اهتمام المشاهد بيهم كل العوامل اللي أثرت على كل القرارات اللي تم اتخاذها طوال أحداث الفيلم تم تقدمها بشكل واضح جدا في الفصل الأول واللي تم فيه كمان إرساء كل القواعد المتحكمة في كل المواجهات الخارقة للطبيعة بل والتدليل عليها كذلك حتى عوامل الجغرافيا والتاريخ تم تقدمها بكل إسهاب على فكرة ده مش صعب اللي صعب هو إنك تعمل كل ده وإنت لسه محافظ للمشاهد على حقه في الطرفية ومن غير ما تخلي مجريات الأحداث متوقعة أنا أعتقد إنه هو ده العامل الرئيسي اللي بيخلي الفيلم ده حقيقي رائع أنا سخنت جدا مع الفصل الأول من الفيلم وأنا مش مدرك إن ده مجرد فصل التقديم وما كانش عندي أي قدرة على توقع الأحداث هتمشي إزاي عشان فجأة ألاقي نفسي في الفصل الثاني الأكثر إثارة والأكثر تفجرا يمكن الرعب بس هو اللي بياخد خطوة الورى في الفصل الثاني بس الحقيقة درجة تواصلي مع الأحداث خلتني مفتقدوش قوي وحسيت إن ده شيء مقبول جدا مع انتقالنا من مرحلة لمرحلة خصوصا وإني برضو ما كانش عندي أي توقع أو تصور إحنا ممكن نروح فين مع الفصل الثالث والأخير بس قبل ما ننتقل للحديث عن الفصل الثالث أظن إن بقى فيه سؤال ملح لازم نجاوب عليه هو الفيلم ده أفضل من ده شاينينج؟ ده سؤال صعب جدا الحقيقة لإن ربط الفيلم ده بدا شاينينج ليه مميزاته وليه عيوبه الميزة الأوضح على الإطلاق هو إن رغم الوقت الطويل اللي أخذنا في تقديم الأحداث والشخصيات بدون الربط مع فيلم ده شاينينج صعب جدا نفهم الأحداث دي أو نتواصل معها وبعيدا عن الأحداث الفيلم ده وارث من ستانلي كوبريك تقريبا نفس القدر اللي هو وارثه من ستيفن كينج يعني مثلا إحنا عندنا خط أحداث في الفيلم ده متعلق بقطة أنا شايف بصمات كوبريك عليه من كل الجهات سواء الدرامية أو البصرية بس على الجانب السلبي أنا شايف إن الفيلم ده تضرر جدا على مستوى الترقب بسبب الصمعة السيئة للأجزاء التانية في السنوات الأخيرة وهي إنها مجرد وسيلة لحل بنجاح الجزء الأول ومش ناس كتير كانت مهتمة تعرف إن دكتور سليب مأخوذ عن رواية لستيفن كينج بنفس العنوان صدرت سنة 2013 وبناء عليه فالفيلم ده معالجة سينمائية لرواية مش جزء تاني مفتكس وطوال أحداث الفيلم أنا شايفه بيبني طرح مطير جدا للهتمام لمنطحة The Shining على مستوى الجودة والإبداع لحد الفصل الثالث واللي طبعا مش هقدر أدخل في تفاصيله دلوقتي تجنبا للحرق ده موضوع ممكن نبقى ناخد راحتنا فيه على بوديو بس المهم يعني إن في الفصل ده الكفة بتميل بشدة تجاه The Shining ودكتور سليب بيبتدي بان زي ما يكون مجرد نسخة كل الأداءات التمثيلية في الفيلم جيدة جدا أنا عن نفسي مش من كبار محبي إيوان مجريجر ودايما كنت بحس إن الرجل اللي شفناه في ترين سبوتينج ده أخد أجازة بعدها ومرجعش تاني والحقيقة برضو مقدرش أقول إنه رجع في الفيلم ده يعني بس عشان تشيل دور زي ده في فيلم له تاريخ زي ده فده برضو يحسن أما الأداء الأفضل في الفيلم ففي رأيي الشخصي هو أداء ريبكا فرجسون مبدئيا شخصيتها هي الأفضل على مستوى التصميم وعلى مستوى البروزة مش كتير قوي في أفلام زي دي بنشوف دور زي ده واخد مساحة زي دي وعنده عناصر كتيرة محيطة بيه مشروحة بالشكل ده الممثلين التعبنين بيتحرقوا تحت الأضواء دي يا جماعة خصوصا لو المشاهد مش قادر يكون أي مشاعر تجاهه غير إنه يكرهه وخلاص ولكن لسبب ما أداء فرجسون في الفيلم ده بيشيل الكراهية من المعادلة والتركيز الأكبر بينصب على إياسها على تبين حدود تهددها واكتشاف كيفية إذاقها بتكبرك تبص عليها زي ما باقي الشخصيات في الفيلم بتبص عليها ومش بالضرورة بس الشخصيات اللي بيكرهوها وأنا شايف إن ده شكل فريد من أشكال النجاح عجبني جدا كمان أداء زاك مكلارنون في دور كرو أنا مستحيل أفتكر لو كنت شفته قبل كده في أي فيلم تاني بس حضوره في الفيلم ده جامد جدا دكتور سليب هو واحد من أكتر الأوقات الممتعة اللي قضتها في السينما السنادي ناجح جدا على مستويات كتيرة جدا وبالأخص على المستوى الدرامي والمستوى البصري على المستوى البصري بالأخص يا جماعة شيء مرعب إنك تتحط في مقارنة مباشرة مع بشاينينج وتقدر تقف على حيلك الفيلم أقدم عدد من السيناريوهات الخيالية الكابوسية أسع حرة في نفس الوقت ويمكن دي تكون أول مرة في حياتي أشتري مواجهات كاملة بالدور في أبعاد متافيزيقية كل مشاكلي مع الفيلم متركزة في الفصل الأخير حتى الشيء اللي بيزعجني جدا لما بيتقدم في أي فيلم واللي تقدم في الفيلم ده بشكل قاسي جدا الحقيقة ما كرهتوش قوي وده لإنه ما تقدمش لنفس الغرض اللي عادة بكره الشيء ده لما بيتقدم عشان يخدم عموما حنتكلم عن الموضوع ده براحطنا على بوديو تقييمي لفيلم دوكتور سليب هو تمانية ونص من عشرة وحقيقي ساعة لما سمعت عن الفيلم ده ما كانش ممكن أتصور إن ده ممكن يبقى التقييم بتاعه عندي مناقشة الحلقة إيه رأيكم في إيوان مكريجر كممثل وإيه هي أدواره المفضلة بالنسبة لكم ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وباز وباي باي